وإنك لتعجب يا عبد الله من أقوام من المسلمين يحبون من يظهر البدعة أما من يتظهر عليه السنة فإنهم يكفهرون منه ويكشرون في وجهه ألم تسمع أحدا يقول هؤلاء أصحاب اللحة هؤلاء أصحاب اللحة نال نحبهم وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعفوا اللحة بل استقرأنا التاريخ فما وجدنا فاضلا من فضلاء الأمة إلا وله لحية النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون الأئمة الأربعة فضلاء الأمة ومع ذلك تجد من المؤمنين اليوم من ينظر إلى أقوام في بلده ويقول هؤلاء أصحاب اللحة نبغضهم ما نحبهم لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله انتكست قلوبهم فأصبحوا لا يحبون السنة وأصبحوا يحبون البدعة والعياذ بالله فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر